سؤال يقول أختي بتقول بأن معمول لها عمل من عشر سنين وبتحس أن الشياطين يعني بتحس أن معها في الفراش أحد تشعر أن أحدا معها في فراشها وهي يعني يستشكل عليها هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان تغل فيه مردة الشياطين تصفد فيه مردة الجن والشياطين أو تغل هذا وارد أيضا فيتقول كيف ذلك وهي تستشعر بالفعل أن أحدا يشاركها فراشها تقصد غير زوجها والجواب من أهل العلم من قال في رواية النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة في لفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة وصفدت الشياطين في رواية الترمذي وصفدت مردة الجن والشياطين وصفدت مردة الجن والشياطين فمن أهل علم من قال تصفد المردة تصفد المردة ولا تصفد كل الشياطين ثم من أهل علم من قال لا بل تصفد كل الشياطين بل تصفد كل الشياطين في رمضان بفضل الله تبارك تعالى إذن فلماذا تقع المعاصي ولماذا تقع الذنوب هذا على الراجح والله تعالى أعلم أنه بسبب النفس الأمارة إن النفس لأمارة بالسوء ثم الهوى أسباب كثيرة إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي إبليسه والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي ثم قد تستشعر الأخت المسحورة والسحر وارد لا ننكره بنص القرآن والسنة قد تستشعر ويتهيأ لها شيئا ليس موجودا في الحقيقة لأن السحر أنواع كما ذكرت قبل ذلك سحر حقيقي وهذا السحر قليل جدا النوع الحقيقي قليل جدا كما قل المحققون من علمائنا لأن الساحر الحقيقية لا يصل إلى ما يصل إليه إلا إذا ازداد كفرا بالله وعبادة للشيطان فكلما ازداد كفرا بالله وازداد عبادة للشيطان ازداد الشيطان له طاعة وامتثالا لما يطلبه منه أو لما يريده السحر التخيلي السحر التخيلي وهو من جنس سحرة فرعون لأنهم حين ألقوا حبالهم وعصيهم ما تحولت الحبال والعصي في الحقيقة إلى ثعابين وإنما سحروا أعيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ولذلك يقول الله وتبارك وتعالى في شأن نبي الله موسى فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولذلك حين ألقى نبي الله موسى العصى وتحولت إلى ثعبان حقيقي كان أول من خر بالسجود لله رب موسى وهارون هم السحرة لأنهم يعلمون يقينا يعلمون يقينا أنه لا يمكن على الإطلاق أن تتحول العصى بالسحر إلى ثعبان حقيقي وإنما هذا من قبيل الإعجاز من قبيل المعجزة وهي الشيء الخارق للقوانين والنوميس التي أودع الله تبارك وتعالى الكون ولذلك كان السحرة أول من خر ساجدا لله تبارك وتعالى لرب موسى وهارون وقالوا قولتهم الجميلة لفرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إلى آخر الآيات قسم ثالث يضيفه بعض أهل العلم للسحر من باب المجاز ألا هو سحر الشعوذة والدجل وهذا ليس سحرا لا حقيقيا ولا تخيليا إنما هذا من باب الدجل ومن باب الشعوذة ومن ثم فمن يسمي هذا القسم سحرا إنما يسميه سحرا من باب المجاز الشاهد أنه قد تتخيل الأخت أو تتواهم أن شيئا قد يستشعر ذلك الإنسان هو نائم يعني قد يستشعر الإنسان في النوم وقد يرى بالفعل في النوم أنه يعني رأى أشياء وفعل به أشياء وفعله أشياء وكذا هذا وارد في النوم فالرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان ثم يبقى قسم ثالث ألا هو حديث النفس ألا هو حديث النفس قد تنام الأخت وقد شغلت نفسها بأمور معينة فترى في الرؤية الشاهد يعني أرجو من أختنا هذه أن تحرص على مالي أولا أن تقرأ سورة البقرة كل ثلاث ليال مر لقوله عليه الصلاة والسلام ما قرأت سورة البقرة في بيت إلا وطرضت منه الجن والشياطين وقال صلى الله عليه وآله وسلم خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطعها البطل يعني السحرة يبقى قراءة سورة البقرة اثنين قراءة آية الكرسي لا قرأها يعني مسلم بليل إلا وليزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ومن قرأ بالنهار لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يمسي قراءة آية الكرسي قراءة الآيتين الكريمتين من آخر سورة البقرة من أول قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي إلى آخر السورة من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا أي من كل شر وسوء رابعا قراءة سورة الإخلاص قلوا الله أحد قراءة سورة الفلق قل أعوذوا رب الفلق قراءة سورة الناس قل أعوذوا رب الناس فلتحافظ الأخت على هذه الآيات وعلى هذه الرقية ثم عليها أن تنفث بالفاتحة أن تنفث بالفاتحة وبالمعوذات قل والله أحد والفلق الناس على نفسها كل ليلة يعني تجمع كفيها وتقرأ وتنفخ يعني تقرأ الآية تنفخ هكذا بدون تفلة وتمسح على رأسها وجسدها ثم بعد ذلك أقول أعظم دواء أعظم دواء للحفظ بفضل الله تبارك تعالى أو للوقاية من السحر أو من المس تحقيق التوحيد تحقيق العبودية لله جل وعلا لأن الله تبارك تعالى قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم السلطان فتحقيق العبودية لله جل وعلا وتحقيق التوحيد لكن مش كل ما تشعر الأخت بألم في رأسها أو اللي عاوز تخلف أو اللي خيف زجها تزوج عليها إلى غير ذلك لهم نذهب إلى السحر نذهب إلى الكذبين وإلى الدجالين فهذا لا جوز ويجب على الأخت الفاضلة أن تحقيق وأن تجدد إيمانها وأن تجرد توحيدها لله وأن تعلم أقينا أن الضر والنفعة لا يملكه أحد على وجه الأرض إنما هو بيد الله تبارك وتعالى قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وأسأل الله فهذه الساعة أن يرفع عنها البلاء وأن يشفيها وأن يشفي مرضانا مرضى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه